السياحة في لبنان ليست بخير المعنيون في القطاع متشائمون مما ستقول إليه الأمور المغتربون غابوا عن الوطن الأم هذا العام السياح من الخليج منعتهم حكوماتهم من التوجه إلى لبنان فيما السوريون والعراقيون والأردنيون منعتهم التطورات الأمنية في سوريا من زيارة بيروت وبحد أدنى لا يتجاوز 750 ألف ليرة يعجز اللبنانيون عن تنشيط الدورة الاقتصادية يعني فيه تراجع عن سنة الألفان وعشرة حولها الخمسين خمس وخمسين بالمئة وعن سنة الماضي ثلاثين بالمئة الحكومة اللبنانية مفروض تعمل اتفاقية طيران بينها وبين العراق تتدوب الرحلاتها باتجاه العراق لأنه المصدر الأساسي اليوم هن العراقية والموضوع الثاني هو فتح مطار في لبنان ثاني حملة الخمسين التي أطلقها وزير الثياحة تمتد على خمسين يوما تشمل حسومات بقيمة خمسين بالمئة على تذاكر السفر والإقامة في الفنادق وغيرها من العروضات حملة تنطلق في الأسبوع الأول من العام المقبل أما الحسومات فتأتي في ظل بلوغ إشغال الفنادق أدنى مستوياته والشغور كبير على الرحلات الآتية إلى بيروت فيما اطلبوا بزيادة الرحلات إلى عدد من البلدان لا يلقى جواب المعنيين الركود هذا ليس سياحيا وحسب بل تجاري أيضا بالأرقام اللي عم تجينا بين كل الدومينات اللي عم تكون موجودة ما لا يقل بين العشرين للخمسين بالمئة تراجع عن سنت الماضي عم نحكي نحن منتمنى أنه السياسيين يخففوا هالتشنج اللي موجود وهالتصريحات اللي هي بتعمل تأثيرات سلبية على الناس اللي هي بدأت تصرف وتكون مبسوطة نسبة لسنت الماضي يعني بعد ما شوي إذا بدك على الأد يعني مفتوطة تحسن شوية هلأ بتعرفي بس نقرب على العيد يعني بتصير تحسن الشغل شوية شوية يعني قد يكون الأعلان عن خمسين يوما للحسومات بمثابة خطة لاستعادة بعض مما تكبده القطاع في الأشهر الماضية ولكن هل الأعلان عن الحسومات مباشرة قبل الأعياد يسهم في تنشيط الحركة خلال هذا الموسم أم يضرب كل خطط إنجاح حطلة الأعياد